أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصحر بالواد وفرعون بالأوتاد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه إذا مبتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرما وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فيقول ربي أهاناً كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وتأكلون التراث أكلاً لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةِ النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةِ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ والحمد لله رب العالمين